أهلا بحراتكم من جديد وفقرة البرنامج التانية أونس بوت طبعا عندنا كانت مباراة الأهلي والمقولين هنلقي طبعا عليها الضوء زي ما اعتدنا معاكم وأكيد هنلقي الضوء على فريق النجم الساحلي اللي بنتمنى النادي الأهلي إن شاء الله يعبر هذه الموقع يوم الحد إن شاء الله بعد ما كان محدد لها الجمعة لكن اتأجلت ليوم الأحد إن شاء الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي وكذلك هنشوف الأحداث اللي حصلت خلال مباراةي الأسبوع اللي ماضي هنتكلم عنها باختصار تقريبا نبدأ بمرشي الأهلي والمقولين كالعادة فارس ثم بعد كده الأهلي والنجم هنبدأ بيه عشان هو لا ينفصل عن مباراة النجم في وجهة نظري النادي الأهلي حقق نتيجة إيجابية ضد أصعب فريق فنيا وجهه من بداية الدورة يمكن طبيعة المباراة ما حسستش الناس بداء لدرجة إن البعض تحدث إن المقولين ما كانش في حالته ولكن المقولين كان في حالته جدا وكان مركز يعيبه حاجة واحدة بس أحيانا الأعلام المنافس يحاول يلقي بالضغوط على كابتن عماد النحاس وعلى لعبي نادي المقولين ده كان لبعض إنعكساته السلبية مش الإجابية زي ما هم كانوا فاكرين لمصلحتهم ده أثر على تركيز نادي المقاولين نتيجة حتى كان فيه ملحوظة كتير جدا نادرا ما تلاقي لعب المقاولين عموما مش على النادي الأهلي في خلال لقاتهم كلها العنف في المباراة كان فيه عنف نسبي وكان كابتن عماد النحاس مشدود شوية حتى في المؤتمر الصحفي ما فيش مشكلة ولكن ده أفادي النادي الأهلي فنية ما أضروش لو استعرضنا يا أحمد إحصائية المباراة بس قبل ما نقول إحصائية المباراة لازم نؤكد أن انت كنت بتلاعب التاني ليك على الدوري سبق وقابلت الاتحاد هو كان التاني ليك على الدوري بتقابل المقاولين هو التاني ليك على الدوري عندنا مبارات الزمالك في فبراير هل هيكون الزمالك التاني على الدوري أما يحافظ المؤولين على وجوده ضمن المربع الزابي في مركز الثاني هو النادي الأهلي من وجهة نظري أن النادي الأهلي خدم نادي الزمالك كتير جدا في إزاحة المنافسين عن المركز الثاني وأعتقد أن النادي الأهلي وهو بيسعى للمركز الأول بيؤمن لنادي الزمالك المركز الثاني فهو ده اللي عمله النادي الأهلي في مواجهة الاتحاد ومواجهة المؤولين كل التوفيق لكل أنداء ولكن النادي الأهلي بيسير على خطة لا مش بيفرق معه لفريق تاني أو تالت دوري هو بيفرق مع الفوز في كل مباراة كانت مباراة صعبة جدا طبعا شفنا الإعلام الزمالكاو زي ما فارس قال ضغطه قبل المباراة على عماد النحاس يمكن تقريبا الشوت الأول في الدوري هو أل شوت تم خلق فرص للنادي الأهلي تحديدا هم فرصتين فرصة الهدف حسين الشحات وفرصة جونيور أجايه كان النادي المؤولين بيلعب بثلاثة فوزة الملعب مقف العمق الملعب قدام النادي الأهلي ركاب الرسيق على مجد أفشة خطوطهم كلها قريبة من بعض فبالتالي كان فيه صعوبة جدا في أنك تخلق فرص هي تحديدا فرصتين خلال الشوت الأول